الأمراض الصدرية دي يعني فيها منها من أنواع حدها وأنواع مزمنة يعني فالمريض المزمن مفروض هو قبل ما بيدخل على الصيام وكده بيبقى مفروض عارف إزاي يعني يتعامل مع المرض بتاعه فهو مفروض مثلا إيه يعني أنت مثلا لو أنت ليك نظام علاج معين بتيجي مع الصيام وإنت بتجي تصوم تجي تزبط بقى العلاج بتاعك مع الصيام بتاعك يعني مثلا إنت إيه بتاخد بخاخات مفروض بتاخد بخاخات إنت بتاخدها ممكن تاخدها وإنت صعيم إن البخاخات دي ما بتفطرش ولا حاجة ما بتفطرش هادا لنهي دخل على الجهاز الترفوس بالعكس البخاخة دي بتساعدك إن إنت بتبقى إيه إنها تقدر تكمل معاك الصيام إن إنت لو ما خدش حاجة طول فترة الصيام بتاعتك هتلاقي نفسك صدر وقفل صدر وقفل وتعبان فإنت المفروض إنت بتاخد البخاخات دي عشان هي دي بتساعدك على إنك تكمل الصيام بتاعك فما توقفهاش بعد كده في بقى أنواع برشام أو حاجة دي بنحاول إن إحنا مع الصيام مثلا نزبط الجرع يعني مثلا إيه يعني مثلا طبعا إحنا المغرب إدينا على الساعة 6 والفجرة الساعة 4 فإحنا مثلا بنتدي مثلا ندي مثلا جرع الساعة 6 ونحاول إن إحنا ندي جرع تانية على الساعة 4 ونزبط الجرع يعني مثلا نزود شوية بتاعت الفطار ونقل شوية بتاعت الساعة عشان ما تكون مسافة قريبة يعني أي وصح فبنعمل يعني تصبيت العلاج بتاع مريض الحسيات الصد اللي هو حالته مزمنة بالنحس إن إحنا نخليه يبقى إقدر يكمل الصيام بتاعه مثلا وبنصح طبعا يبقى فيه كمية سواف في فترة الفطار دي تبقى كتيرة وكده يعني حتى يا دكتور ساعت حتى أنت عارف مين فينا بيبقى ملتزم بصراحة في وقت الصيام يعني إحنا عارفين إن مريض الحسيات برضو العدو اللدود ليه لحاجات السكريات تلاقي لما بياخد حاجات سكريات بشكل كبير جدا تلاقيه بيكح وبالذات برضو ساعت فيه ناس بتبقى عندها حسيات من المقصرات لو أخد كم مقصرات تلاقيه مش عارف ياخد نفسه والحسيات بتزيد معا لو هو عنده مشكلة بالمقصرات فساعت يا دكتور يعني الشخص ده بيجي يقول لك لأ أنا حتى من كتر واجعة السدري أنا مش قدر يكل خلص وتلاقيه قوم وقت الفطار ويقعد ياخد حاجات بسيطة إيه يجي بقى في وقت بقى الصيام مش قادر يصوم وبيحصل له فعلا مضاعف الترشيح يا دكتور سيدرو بيبقى مزيق حتى ساعات بيوصل لمرحلة يا دكتور وبالذات في وقت الحر ده وتغيير الجو مش عارف ياخد نفسه مع شوية تراب خفيف الكلام ده كله تلاقي فعلا التزيق بتاع سيدرو ذات جدا فإيه المضاعفات اللي ممكن تحصل في وقت الصيام ما هو طبعا يعني ده اللي هو إيه احنا قلنا فيه حالات مريض مزمن وبياخد علاج مستمر وماشي به وكده هو ممكن يصوم يا دكتور ولا لو فتر آه ممكن يصوم يعني هو اللتي انت اللتي بتاخد العلاج بتاعك وحالتك معقولة ومستقرة بتصوم يعني يعني بتكمل الصيام بتاعك بس أنا بقولك تلتزمي يعني مثلا إيه لو انت ليك مثلا فيه طبعا نوع من البخاخات ياما بتاخد انهيلر عادية آه بالزبط أو ديسكوس واخد بالك أو في أجهزة ويدغط ويشفطه كده وشفطه ليل تبقى بسولاجي المهم يعني يعني يزبط الجرعة بتاعته لو حتاج يزود شوية يعني مثلا البخاخة مثلا لو بياخد بختين الصبح ومسلا بختين بليل لا عشان بقى مفيش بقية علاج بياخده في الصيام يعني مفيش مثلا برشام مفيش دوا شرب مفيش مش عارف كده يبقى ممكن يزود البخاخة اللي هو بياخدها دي بدلا مرة مثلا الصبح بس لان خليها مثلا مرتين أو ثلاث بحيث انها تعوضه عن الحاجات التانية اللي ما بدارش ياخدها يعني فهي عايزة فده المريض المزمن اللي عنده حاسية مزمنة ان هو ايه اللي عنده اول ما هيوقف العلاج هيحسه بشوية تعب وكده هو فده لازم يبقى يزبط علاجه وينظم علاجه عشان ما يدخلش لما يتطورش الحالة معاه يبقى سدره يتعب ويقفل معاه وكده هو طيب دكتور هشام في البداية كده يعني زى ما انا برضو كنت بقول في الانترو في البداية ان في بعض الناس دلوقتي دور البرد منتشر بشكل كبير جدا ونحنا مش عارفين يا ترى ده برض الفلوانزة كرونا متحورات احنا مش عارفينها اقاية اه فازين نقدر نقاية بالزاية المريض الحسيه برضو بيبقى اكثر عرضة للحاجات دي يعني ممكن لو حد مثلا معادي من جنب وعنده دور برده هو اكتر واحد بيلقطه بيلقطه بسرعة جدا اولا ليه بيلقطه بسرعة جدا يا ترى هو عشان منعته بتبقى ضعيفة ولا بتبقى اللي عنده الحسيه بتبقى زيادة من الموضوع ده فبيلقطه ولا يا ترى هو جاله دور برده ومظهرش غير حسيه زادت عنده ولا ايه بالزبط لا بص المريض العادي اللي عنده حسيه الصدر اما بيجيلك دور برد اهو رشح وكده وممكن مثلا تقلب فرزات سميكة شوية وتبقى مثلا اذا يعني لون هيتغير الكلام ده كله اه اه انا قلب شوية التبات في الشعب الهوائية وكده لكن مريض الحسيه الصدر لو جاله دور برد هيروح قلب معاه بقى يعني تبقى الاعراض عنده مضاعفة يا مش مجرد لا هتقلب بقى معاه بحساسية الصدر وتقفل معاه لليلة هيبقى فيه فرزات بتبقى ازمة جامدة فعلا اه بتقلب بقى هي دي من دوم للعوامل اللي بتأثر على حسيه الصدر اللي هي يجيلي ونزلت برد وكده يا فتروح قلب معاه وكده يا يعني هو الاول يا دكتور نشان بيجي له نزلات برد ايه مش ولا بيبقى الحسيه الشديدة عنده لا هي النظلات البرد هي ليه بتزود له الحسيه نظلات البرد هي اللي بتزود الحسيه اها لیکن مبيبقاش مش always be happy اه مش العكس يعني اه تمام اه فهو ببقى كفى يعني هو بيجي له فانت بقى برضو مريض اللي عنده الحسيه دي ببقى دائمة بنبي عليه مثلا افر حد في البيت جاله نزل ببرد او حاجه واول에 عيل زغير أو حاجة لا خلي ابنك ده بعيد عنك شوية وهي لو جالها برضو ابنها ده عنده حصيبة تباية ده ابنها عناها عناها حسن ده ما القطش منها وكده يعني أواخدها بالك في البيت بقى بينهم وبينهم وبينهم كده لازم يبقى فيه فيه شوية عزل بينهم وبينهم بعضهم حسن المرض ده ما انتشيرش برضو تنب مثلا على ابنها لو بيروح مثلا بياخد في فاصل أو في مدرسة أو حاجة أو بياخد درسة أو حاجة كده لازم برضو يبقى واخد باله انه هو مثلا يبقى قاعد مثلا يعني زمايله الحوال منه مثلا لو حد تعبنة أو حاجة ما يبقاش قريب منه وكده يعني يكون مثلا لابس الكمامة بحس انه هو برضو ما يتعرضش لله اه ما يدلوش نزلات برضو كده خلي بالك برضو في رمضان شوية بتزيد العدوى لان الناس بتفتر مع بعض بتفتر مع بعض التجمعات اللي احنا بنقول يا جماعة بس يا دكتور دي العداد الحلوة اللي احنا متربينا عليها بصراحة يعني مين فينا يعني بيتمنى ان هو ده حتى الصحاب بيتجمعوا في رمضان عشان يفتروا مع بعض فالعداد دي يعني حاجات حلوة احنا متعودين عليها اه ما هي حاجات طبعا لازم يعني هي ما بتتجمعش الى في شهر رمضان وكده يعني اه يعني طبعا بس طبعا لما يكون ويعزموا بعض ويعزموا بعض فالده فلكن انت مثلا لما بيكون مثلا في يعني ممكن طبعا يعزموا طيب بس مثلا عاملوا مسافات مثلا ايو خاصة اقول الوقت الوباء بتاع الكورونا هي دي شوية يعني بس برضو في شوية حالات بتيجي يعني يعني لسه اللي عملي ما انتهيتش لكن في سنين يعني مثلا سالة 2020 لما جيه رمضان كان فترة كانت الحالات كانت شديدة جدا وعدد الحالات كان رهيب وزادت في فترة دي حتى منع التجمعات في الوقت ده اه فانت انا بيكون بقى في وقت في وباء وكده او عارفين ان احنا ده كده لا يبنالنا بقى اتناش من كورونا علشان الناس يا دكتور دلواسي احنا شايفين اهمال رهيب بصراحة من الناس مفيش لبس كمامات وفي المولات عادي جدا وفي الشوارع ومفيش اي حاجة خالص ده حتى اللي بيبقى لابس كمامة الناس بتبصله باستغراب انت لابس كمامة ليه لأ فيه كورونا على فكرة وفيه مش طبعا الا يعرفني ان ده كورونا ولا نزل البرد نفس الاعراض بتاعت نزلات البرد هي هي نفس اعراض كورونا فازاي اعرف الفرق بينهم يعني اه 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 يعني هيا طبعا بتاعتمد على الدكتور طبعا الطبيب اللي بتعمل اكيد مش احنا يعني الطبيب اللي بتعمل مع الحالة بيقدر يحدد وبعدين بقى طبعا بتكمل بشوات فحوصات يعني بتداري تعمليله اشعة صدر مثلا فيه تحليل معينة بنشوفها ممكن بيعمل بس حسب الحالة والدرجة بتاعتها يعني تمام بتداري توصالي للتشخيص بس عموان الكمامة يعني افرد حتى لو ما فيش كورونا الكمامة دي بتحميكي يعني نازل بقى هو نازل بقى تادي يعني هو الناس وعدين بقى ممكن نقول يعني قول مثلا الناس العادية اللي ما عندهاش مشاكل في الامراض الصدرية خلاص يعني ها هتاخد الفيروس وهتعدي معاك وتمشي يعني لكن انت اللي عنده بقى مشاكل وكده يبقى 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 لازم اوله هو ده اللي يلبس الكمامة يعني يعني دايما خصونا انه هو مثلا لو نازل فيها اماكن فيها تجمع راكب مواصلات عم رايح يقع مثلا فيما اماكن العمل بتاع تركسون لو فيه زحام او كده يبقى مفروض هو اللي بيسها ايام تمام وكمان مفروض كمان المريض اللي عنده حساسية يبقى من قبلها من الشتا بياخد مصل الالفروانزا اه طبعا عشان ده بيساعده ان ما يجيله الالفروانزا بتاعته ما تملش معها اعراض شديدة وتقلب معها بمشاكل وحساسية ومصل الكورونا كمان يعني توفض في جنع تانية وتالتة وطنشفية انشطية اللي احنا مفروض ان ناخدها يعني مفروض انت اه مفروض البردو بالذات المرضى اللي هم عندهم مشاكل حساسية الصدر او كده لازم ياخدوا المصل التطعيم بتاع الكورونا طب دكتور هشام معنى اقتصال من الاستاذة هيام الو السلام عليكم لو سمحتش ممكن اشارك طبعا دكتور تسأل حضرتك ايوه يا دكتور لو سمحت حضرتك فانا كنت بسأل على الادوية بتاعت الكحة ايوه الادوية دي الادوية اللي هت طاردة للبلعب كده هل دي لها تأثير ولا لازم علاج التهبات الحلقة اصلا والادوية بتاعت الكحة دي تأثيرها صحيح ولا لا ديها تأثير ولا لا وقصد حضرتك ان انت هو حضرتك مريضة حسية يعني وبتسألها على الادوية دي مش مريضة حساسية بس فيه التهاب شعبي اه التهاب شعبي اه فعايز اعرف الادوية بتاعت الكحة دي لها تأثير ولا لا والادوية اللي هي طاردة للبلعب وادوية وبرده الدوة بتاع بتاع السلفة ده كويس ولا الحاجات دي كانت من زمان وملهاش تأثير دلوقتي بس شكرا شكرا اللي اتصالك شكرا معا سلام بص يا فندم الادوية الكحة ولا مش حاجة واحدة اه طبعا وفيه موسع للشعب الهوائية وفيه طارد للبلغم يعني هي وفيه مهدية للسعاد واكيد مش هناخدها من نفسنا حتى لو هي أمينة مش هناخدها من نفسنا اه هي الادوية مش كلها نوع واحدة طبعا ده جانب جانب تاني بقى الحاجة اللي هي يعني هي باللوقتي هي بتلقى عايزة تاخد حاجة موزيبة ده برغم ماشي ممكن لو هي عندك برغم يعني ساميك وبيطلع معاكي لازم اتخذي حاجة ممكن تساعدك تطري برغم كنت انا افضل يعني انه كمية السوائل الكتيرة اكتر هي بتفيد اكتر يعني انت لو اخدت كمية السوائل كتيرة ده بيخلي ده هم يعني تخلي بلغم بتاعك يطرى ويارف يطلع معاك عشان كده دايما بننصرح مرضى السطر ان فترة في الصيام بالذات فترة الفطار حاول اشتب كمية السوائل عشان دي هتزاعدك اللي خلي البلغم بتاعك يطرى شوية فهيساعد الجهاز التنفسي انها يارف يطردها منك يعني فانتي السوائل اهم من الحاجات اللي بتدول بلغم تاني حاجة بقى انت بتاقي دي زي انت تكوني بتعالجي مشكلة يعني العرض يعني انت مثلا ايه سخنة بقى هاخد دولة سخنة ايه لا طبعا هتلا دي عشان تزيل الحرارة مثلا يعني لكن ايه بقى المشكلة اللي ورا السخنية ايه ايه اللي وصلت كده لازم تشاف فهكذا برض انت في بلغم معاك على صدرك طب ايه السبب في اسباب كتير جدا يعني فانتي مفروض انت بقى يعني لو في بلغة مخصوم بقى لو مدة طولت مثلا عدت 4-5 يام وكده لازم ترجع للدكتور وتشوفي ايه الموضوع ايه السبب يعني اه ممكن يكون قلب بكترية يعني حاجة بكتريا اه ممكن يكون عنده حاجة في جهاز المناعة بتاعته مؤثر على الشعب الهوائي او الرئة يعني فيه عوامل كتيرة جدا بتأثر بتخلي الواحد يجيب التعبات الشعبية مزمنة بيشرب مدخن يعني فيه عوامل منكر امراض طبعا اكتر يعني منكر امراض الاورام منكر امراض يعني مش عاوزة اقول يعني ايه عشان الناس ما تتخضش يعني فعرض الكحة ده يعني والبلغم مش يعني مش حاجة واحدة وما هوش يعني ايه هندي حاجة مثلا دواء كحة وخلاص المشكلة تخلاص لأ وما بيتخدش فترات طويلة عشان فيه منه فيه كورتزون اه صح يا دكتور ولا ايه معلومات دي لا هو مفروض الدواء الكورتزون اللي هو طالد للبلغم اه يعني دواء الكورتزون ده حاجة يعني مش دواء هو الناس بتعتبر اي زيزة دواء شرب دي دواء كحة لأ فعلا بيجيدي اطفال كتير جدا بمعهم دواء اللي بياخدوا فيندون بص للوقت بيتعب امه روحهم جايباله زلزة فيندون او اللي فيها كورتزون او حاجة زى كده وتدهاله طبعا انت اه انت شخصتي ازاي وعرفت منين محتاج ولا وتقولك اصد الدكتور كن كاتبهولو من سنة من سنتين اه فعنا الطريق مفيش حاجة اسمها كده طب دكتور هشام معانا تصنع ساذ احمد قالو اسعد الله مساءكم بكل خير برسيل حضرتك تحياتي لحضرتكم واحترامي لحضرتكم فريق عمل والاستاذ الدكتور باي في حضرتكم شكرا لحضرتك يا فندم كل عام وانتم بخير كل سلام حضرتك طيب محضرتكم احمد علوج من غرض بشغرة الخيمة احنا المسهلن بيك يا فندم حضرتك للدكتور اه يا دكتور انا قبلغ من عمضة ستة وستين عام وبنا اديك السحر شكرا جزيلا واعاني من مرض السكر من نوع التاني واعاليك بأخراس وأعاني من نوبة كحة يوميا مجرد الاستيقاظ من النوم فقط وتزول طوال اليوم فهل هذه الحساسية وهل انا كمريض سكر اكثر اكثر قربة من الحساسية بسبب السكر هل له تأثير عليها و ايه النصائح لحضرتك قدماننا في ايام الصيام حتى لا نتجنب الامراض السادقية ألف سامع عليك استاذ احمد عندك ايه سؤال تاني شكرا جزيلا لخطر الطوات والرطيب للسماع كل استناحضتك طيب مرسي لحضرتك طبعا المفروض كنا بس كنت عايز تسأله على حاجة هل هو بقى له فترة قريبة والفترة بعيدة بتفرد طبعا بتختلف يا دكتور الموضوع طبعا احنا ممكن نقول على الاتنين لو هي فترة قريبة ايه ممكن اللي نقدر نقوله وننصحه به ولو هي فترة بعيدة ممكن ننصحه به فترة قريبة دي مثلا ممكن تبقى الحالات الحدة يعني التابت الشعبية الحدة ممكن التابت لو هي حدة بحسب يعني وهل هو معاه عارات تانية في سخنية في صعبة في التنفس في حاجة زي كده ولا لأ دي الحالات المزمنة بقى اللي بقى له فترة يعني بتبقى غالبا مع التابت الشعبية المزمنة يعني بيبقى معهم بيبقى معهم التابت هذه المزمنة وخصوهم المدخنين يعني فا lebi تعرضوا مثلا في طبيعة عملهم لابخرة او كده ملوثات او طراب أو كده او كده بتقصر معهم فدي الحالات المزمنة يعني فهو بس عما مريض السكر بزادة يعني بزادة يعني ايه ما يسيبش نفسه لأنه هو أساساً المناع عنده مش منظبطة يعني فلازم يبقى إيه عارق يعني يعني لو كوحة مثلاً فبقى لها مثلاً عدية فترة يعني مش قلل يعني أقولي أربع خمس سيارة هنسيبك كده تأخد حاجات طريق بنا ممكن لكن عدد كده لازم تشوف عشان ممكن أنت أساساً الجهاز المناع عندك مش منظبط يعني فممكن يبقى فيه تقلب معه مزمن آه تقلب معه لأ يبقى فيه حاجات شديدة وهو مش واخد بانه يعني أنت يعني ما هو أنت جهاز المناعك اللي بيكون يعني حالته المزبوطة بقدر يجي أي مكروب أو فيروس أو حاجة بتدي قاومه لكن يعني حتى أنت تلاحظي في فترة الكورونا لما حصلت موجودة الكورونا الحالات اللي هي حصل فيها وفئيات هي الحالات اللي عندها أمراض مزمنة منها مرض السكر آه آه فليه لأنه ده بتلاقي حتى مريض السكر يعني يما كان فيه الفيروس ليه مريض السكر تيجي صورة الأشياء بتاعته يعني فيها التابات شديدة مختلفة عن المريض العادي يعني وتبع حالته مش مزبطة يعني تلاقي ممكن بيحصل تظهرش سريع وكتا فمريض السكر ده يعني لازم ما يستهونش بالعراض اللي عنده ولازم دايما إيه يقول لك خلاص دوائين شواء شرب شوية دوائكوحة أو خلاص ولا كده لا انت مفروض انت ما بيجي لك العرب بتكشف عشان انت حتى لو هي بسيطة مفهاش مشكلة ما تقلبش الحاجة أكثر آه يعني خلاص يبقى احنا خلاص استبعدناها لكن هي ممكن كده في حاجة أسعر شوية طيب وبيسأل السؤال المهم اللي أنا برضو كنت هسأله مريض الحسية دكتور يعمل ايه في السيوم؟ آه ما هو غير الجرعات ويضبط الجرعات مع الطبيب والكلام ده كله والبخاخات ياخدها لو بجرعات زيادة أو في نص النهار كده لو يقوحها جديدة معايا أو الكلام ده كله أو حاسس بي كانت متنفس في ظل الظروف الترابية دكتور هو للأسف رمضان جايز في وقت توقيت المريض الحسية صعب شعر الربيع طيب قولي بقى يعني احنا راضي هو خلاص ياخد علاجه المفروض نستفقنا انه هو رموز من ياخد علاجه ولكن قفر بقى جات له أعراضه حد لا بقى هنعمل ايه بقى معايا بقى خلاص بالزبط احنا قلنا لو هي خفيفة ممكن نبقى يعني ايه يعني ممكن نبدأ يعني هو بقى فيه مفروض طبعا يعني ما بيبقى دخل في حالة حد لا يستحسن يفطر لان هو محتاج كمية سوال كتيرة محتاج يعني اكتر مكسف وكده يعني لكن ممكن احنا ممكن ايه يعني فيه بيرفضه أو فيه ممكن احنا ايه نساعد شوية نقوله طب خد الجلسات يعني ممكن يبقى ياخد جلسات الاستنشاء لانه يبقى تأثيرها أقوى من البخاخات وكده ياخد الجلسات بتاعة البخار والاستنشاء دي بيمشي بيها مثلا في فترة السيام هي ما يفطرش ولا حاجة ويمشي فيها مثلا بنوبات مثلا حسب الحالة بتاعته يعني مثلا كل 6 ساعات ولا كل 4 ساعات حسب الحالة بتاعته وحسب بياس الاكسوجين الساتوريشن بتاعته بتزبط تابع الاكسوجين ولو لقينا برضو يعني ده في الحالة بنمشي معا كده ولقينا الحالة برضو أصعب من كده ومش وتعبان لازم هيفطر ولازم بقى يروح يعني لحيتوجه لمستشوى انه هو كده بقى يعني يفرض هو مثلا الاكسوجين بتاعه ناقص أقل من كم يا دكتور نبتدي نقلق يعني كنا في كورونا وكده أقل من 90 وهو فعلا أقل من 90 برضو في نظرات البرد ومريض الحسية ولا الموضوع بيختلف مع مريض الحسية لا يعني أعتبر يعني أعتبر برضو خلينا أقل من 90 لأنه هو أساسا في المريض المزمن أساسا شوية بتلاقي الاكسوجين بتاعه مش زي الطبيعة تلاقي حتى يعني على 92-93 فهو هو أساسا يعني هو أساسا بتاعه ايه ضعيفة اه فإحنا يعني طبعا انت ده مش هتخلص مش هتدخلين مستعشى أو كده يعني لكن هو لو اتدى بقى ينزل بقى نزل على 90 أو أقل من كده والحالة بتاحته عاملة ايه يعني برضو تلاقي بص فيه في صعوبة في التنفس مش قادر متوتر واخد بالك متوتر عشان خطر مش عارف ياخد نفسه طبعا اه والاكسوجين طبعا اعمل أساسي في توتر العصبي اللي هو نقص الاكسوجين ده بيعمل توتر عصبي هو نفسه كده اللي بيأثر على جهاز العصبي في الماء أكيد ويعمل بيأتوطر فطبعا ده بيأثر معي طب دكتور شان حضر لك ذكرت الملوثات اللي بتعرض لها مريض الحسية لو احنا قلنا ان احنا بفصل الربيع وبصراحه التراب يعني جامد والحبوب اللقاح والكلام ده كله لها تأثير على بعض مرضه من مرضه الحسيه بس برضو مع اننا في الشهر الكريم ناس كتيره جدا يا دكتور بسبب العزومات والاكل والبخار والاليه والكلام ده كله للأسف السيدات بتبقى واقف منبخ وتلاقي عندها الازمة جديدة حتى لدرجة تقول لا اطلع في الهوى انا مش عارف اخد نفسه تتلف لو تلاقي التراب صدرها ايه في الاكتر الحل اه وبالذات لو هي صايمة هتفتر في اللحظة دي ولا لا تاخد البخاخة وتبقى الموضوع امن معها هي برضو هي لازل تكون حذرة وزكية برضو انت مريض حسنتي تصدر او كده مش لازم بقى يعني تدخل فيه انواع طبيق فيها انواع مش لازم تقلي ايه والمسابكات يا دكتور وانها تشمي ريحة البصل والكلام ده كله وتشمي والجران يشمه وكده لا يعني لا انت لا وكده عندما بقولها يعني كده ممكن تعملي مثلا في الفرن تحط الحاجة في الفرن مثلا يعني تبقى مسلوق يعني تبقى كده يعني لكنها مثلا تبقى القلية وتشم الحاجة بتتقلي وش عارف ايه وكده طبعا بتبقى صعبة عليها يعني فهي لازم يعني هي طالما عندها وخصوصا بقى لما كني يعني خلاص حاجتها مش مستخرة يعني افرد يا ولاتي يعني هين بمستخرة ماشي عارف اتماشي امورها شوية يعني تقلينا مرة في الاسبوع وكفية عليها كده في وقت العزومة بس اه لكن بعد البيت ما يطلبش منها اكتر من كده اه كفية برعا والبيت تقلم نفسه بقى الاكل المسلوق والاكل يقول يستستموا بقى على كده طعمها احلى شوية حطها له ففور بس يعني فهي نفسها نفسها بتكيق او لو بقى كده يعني مصممة تبخ وتدخل بقى كده بيبقى مثلا هتاخد بيها حاجة ممكن تاخد جلسة الاستنشاء بقى او حاجة ساعة يا دكتور مع جلسة الاستنشاء اه وتخش تعمل الاكل ولو اتعرضت لحاجات دي بتزيد معالها ازمة طبعا يعني عشان جلسة الاستنشاء اساسا بتوسع صدرها فما بتخش بقى حاجات دي كده معاليا معامايا الاكل صدرها بيقفل تاني اكتر يعني خلاص يبقى كده خلاص مالاش بقى في التويخ دلوقتي تحتذر دلوقتي تجيب لها شيف تشلح بقى من الدكتور طب دكتور هشان معانا تصنى الاستاذ ايمان الو ايو ايو سؤالك استاذ ايمان للدكتور هشان ايو الدكتور معاه ايو سمعينك دلوقتي انا حمل في الشهر التاني تمام هو استاذ ايمان ممكن توطي تلفزيونه عشان احنا مستمعينك كويس بعد اذنك حاضر تمام اشكرت دلوقتي انا حمل في الشهر التاني بس عندي قحة صعبة جدا والدكتور اللي انا اتبع معاه بيسقولي لازم ان انت تكشف صدر وكذا وبقحة ما بيتمعينيش اصلا الف السلام عليك عندك اي سؤاليه يا دكتور هشان انا استعلم اكونا ففي كده مبقيت احسن جدا اه وانتي ماشى على علاج معين دلوقتي او مش ماشى على حاجة معينة بتخليق السدر ماشى على كده ماشى اه ماشى على احنا مش هنقول اسامية ادوية ماشى على دواء يعني صدر ولا مرفتيش اه دواء بس ما جابش نتجة معايا من ثلاث ايام وانا مستمر علي طيب ماشى وطبعا انت كده عندك حاسية الصدر طبعا والحاسية بتزيد مع الحمل عندك اي سؤاليه يا دكتور لا اه حالا بس كده شكرا ساعدت لو استاذ ايمان وقالش سنة ما حتريك ربنا يطمن عليك ان شاء الله اه فالحاملة طبعا بيزود اه الحاسية اه اه يعني اساسا انت بتبقي في جنين وبيضغط على الحجاب الحاجز فده كمان بيأصل عن التنفس بتاع الست الحامل يعني مبالك بقى كمان هي عندها دي في الشعب بتاعة الهواف فالعملية بتبقى زي دماغها وكده هون اه طبعا النوم بتبقى مهمة طبعا هي تبقى نايمة شبه قاعدة كده زي اه ما تبقاش نايمة عشان ما بقاش في ضغط على الحجاب الحاجز بتاعها ماشي وبعدين بقى في حاجات يعني مع الحامل بنيديها يعني انا افضل يعني ان هي تاخد يعني فيه طبعا فيه برشام وفيه حوان سعب بيدي امه سعب دلوقتي كان فيه خوف من الحوان الدكساميسازون وكده التاده هم حتى بتوع النسب بيدوع ده عشان كلهم بقتي بيولودوا قيصرية تقريبا يعني يعني عشان ينموه الطفل يعني رئتين لا نموه الرئة الرئة اه بالضبط عشان يدخلش بقى في مشاكل التنفسية دي بعد الولادة وكده الطفل يعني فلكن هي ممكن بتمشي بحاجات يعني ممكن نمشي بجلسات الاستنشاء وكده وبعلاج معين بنمشيها معها مع نظام اللي هي النومة بتاعتها مش نايمة اه وبعدين تاخد بالها برضو يعني ما يعني ما أي مجهود زيادة ما فيش يعني كده يدوبك هي بس تلصم لفسها كده لغاية ما تولد يعني اه فأي مجهود زيادة يعني مجهود بسيط جدا لتعمله أي مجهود زيادة تعمله بشوية يعني في حتى يعني لو كده هتلاقي بصد بينعكس على صدرها وبيتعب يعني فهي تخلي مجهودها محدود كده هوا ويتبقى على قد اللي هي اللي تقدر تعمله وتعمله يعني لغاية مثلا ما تعدل الفترة دي يعني إن شاء الله طب دكتور هشام معنات صرر من أبو الدهب قالو السلام عليكم يا فندم وعليكم السلام يا فندم كل عام انتم بخير وحضرتك بألف خير يا فندم ممكن نشترك مع الدكتور حدرتك اتفضل ماشا اتفضل ماشا اتفضل ممكن توطي تلفزيون سمعنا تلفون بعد معلش معلش اتفضل يا فندم أنا معكلمة من جينا حدرتك صدري مزيك شديد ونسبة بلغة معالي شديدة جوي وشبئ انسداف الجوب الأن فيه وكنت أفض كورتوزون ودلوك حدرتك جاني جاتني نسبة سكر وقابل البلغة انداليوش أي دواف يكونش ليه أعراض للسكر حدرتك انت باركة ديه بيجيب بران من أول رمضان وزادة تقوي الزييج يعني الزييج بتاع صدري اللي في الغرفة الثانية يسمعه حدرتك ايو 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 ومش مدفكن يعني ولا حاجة مش ماشرب أي ولا أي مكيفات ولا منشبات ولا الكلام دي على الفطرة كده وانت شغلك فيه أتربة أو أي حاجة من دي ولا مفيش حاجة زي كده طبيعة عملك ايه؟ طبيعة عملك؟ طبيعة عملك؟ مزارع يعني مزارع في الزرق والفجار دي مزارع؟ حضر لك مزارع يا بلدهب؟ نعم يا فندق حضر لك الشغلانة بتاعتك مزارع؟ اه مزارع في الزرق والحجل مزارع تمام طبعا ده مع الصيام طبعا بيبقى صعب عليك شوية يا انا دلوك مش متحرر خالص من بداية رمضان جالك في البيت والله اه اي حاجة اه وانت طبعا مش مدخن ولا حاجة مش مدخن ولا اي مدخنات معشربها الحياتي ولا اي حاجة من الكلام الصعب بي اه طيب مرافو عليك يا بلده دعا الفترة والحيك فورا قلت احرف من ابو تريكا والله بس دلوك ونقدر اتحرك اه الف سام عليك عندك اي سؤالية دكتور هشيم؟ انت في علاج ماشي عالية دلوقتي وانا فيش حاجة بتاخدها نعم انا حضرتك اتعالج عن دكتور في اسكندرس مسمير خاتف وانطلع لتركيبه دلوق ما عملاش اي حاجة طب ماشي انت تحتاج كده هتاخد جلسات مش انت عندك جهاز بتاعك جلسات والله يجيبت جهاز اكسوجين يا فندم في البيت طيب ماشي شكرا انت اتصالك والف سلام علي حضرتك يا فندم طبعا عنده كذا مشكلة هو في السعيد الجوحر شغال مزارع وده برضو بتأثر الاتربة والوفار عنده سكر يعني عامل بتأثر يعني ما عامش بقى هو مدخن ولا لا لا ما هو قال لا مش مدخن ولا بياخد اللي هي الحاجات والسعيدة طبعا للسعيدة دول عصبيين شوية فهو كذا عامل بتأثر عليه وتأثر على صدره يعني فهو وهو عايز يصوم طبعا واضح طبعا اكيد فهو بقى خلاص هو كده يعني طبيعة الشغل بتاعته اللي هي في اتربة وبيزرع وكده فهو لو حد هيقدر يساعده في الشغل هو من اول رمضان يا دكتور بيقولك انا ما انزلتش عشان فعلا الدور شديد عليه عشان زي ما انا قلت في البداية ان رمضان جاي في توقيت موضوع الربيع والكلام ده كله فعلا مؤثر على الناس كتير جدا ده حتى السلام يا دكتور واللي كانوا بياخدوا الادوية وملتزمين جدا للأسف في الفترة دي بيتعبوا خلاص ماشي هو كده يعني يعني هو يعني انا بتكلم بشكل عام يعني انت لو واحد في المكان وكده وعندك لو انت في ظروف شغلك قادر ان انت حد يحل محلك يقوم مكانك وكده ماشي مش قادر هتضطر بقى تفتر ما ان انت كده مش يبقى ان ان انت بتشغل شغلي مجهود بدني شديد فيه اطربة بتفقد كمية السوائل طبعا مع الحر كمان بالزاق في الصبح بيحصل جفاف في الجسم طبعا وده طبعا ده بيأثر عليك فانت هتضطر بقى بتوازن يعني هل انت يعني هل انت شغلك ده هتضطر توقفه شوية او حد يحل محلك ولا يبقى صعب فانت هتضطر بقى صفتر وتعوضها في ايام تانية تكون مثلا مريح من شغلك من كده يعني بحاس ان انت تقدر ت تمارس حياتك ومن ذاتي دكتور اللي هو عنده برضو جيوب انفية جديدة انا مش عارفة صح ولا غالب الموضوع بينزل على صدره فبيتعبوا اكتر ايام هوا الاتنين على فكرة مرتبطين اللي حسيط اكيد بالحسيط اللي هي العلوي واحنا بنزمية العلوي والصفني طب دكتور هشام معانا اتصن وستاذ هشام الو السلام عليكم وعليكم السلام وستاذ هشام وحاليا اندي والدي مريد مريد صدرية حساسيا الف سامالي السلام بقصن وحاليا وراسة وحاليا انا بتجي لاعراض اللي انا بطلع مثلا سلم أو لات كورة او اي حاجة بحس ديجل الصدر بتاعبني وبتهوع الاول كانت تجي لمسلا بعد فترة طويلة البعض الايب كورة مثلا بفترة حاليا من اول دقيقة بحس انها ستاعدني وورا السلم برضه بحس انها ستاعدني وحليل صدر مكتوم يعني وحاجة تعمل إسواهي ألف سلام عليك يا أستاذي شامعان دك أي سؤال تاني؟ لا شكراً وهي الأهم حاجة هي وراسة مثلا مرضي الفضرية حتى مودي وجد لي برضي طبطرية طب دكتور شامعان دك أي سؤال لي؟ لا خلاص كده أنا رضب عليك طب شكراً لتصالك ألف سلام على حضرتك يا فندم شكراً لي هو بص العامل للراسة يعني فيه طبعاً الصدرق طبعاً يا حسين يعني ممكن تلاقي الأم عندها وتلاقي بنتها عندها أو كده يعني بس ده مش يعني مش هو العامل الرئيسي يعني للنستثل وكده ولا كده وراسة وخلاص لا لأن فيه عامل تانية بتأثر بتأثر يعني يعني مثلاً هو لو هو مثلاً من النوع من اللي بيتعرض لأطريقة يعني مثلاً من نزلات برد شديدة أو حاجة زي كده أو بيقوله اللي تحبت في الشعب أو كده فطبعاً ده بيخلي المور بتسوق معه وكده يعني فهو اللي يعني أنت لازم تاخد بالك من العامل التانية الأهم يعني أن أنت يعني الأتربة النزلات البرد طبعاً أنت مش تلعب مرشات قريبة أو تلعب في مكان ما فيهوش أتربة مثلاً في نجيلة ومتلعبش لو أنت حاسس يعني ما تروحش فيه بيبقى عايز يلعب وخلاص هو عنده الأزمة أورينجي هاي بيقوله النهاردة فمش لازم يعني لا أصل الكرة دي دكتور دلوقتي أنا حصلناها إدمان يعني دلوقتي حتى الأطفال الصغيرين عايزين يلعبوا كرة وعايزين من كتر ما هم ما شايفين إن هي دي اللعبة اللي منتشرة وشائعة ولياتي في دورات رمضانية بعد الفطار فهو لازم يعني فأنت حسب الحالة بتاعتك إنت بتستبعد الحاجة يعني مثلاً أنا ناتي عايز ألعب كرة عايز أروح شغلي مثلاً فكده يعني عايز أمارس فأنا باختار الحاجة مثلاً مين الأهم بالنسبة لي يعني عشان أقدر أمارسه وأجل الحاجة التانية يعني فهي يعود يوزن حياته ويختار مثلاً إيه يمارسه الأول ويشوف كده مدى خطريته عليه طبعاً لازم يبقى فيه علاج وكده ماشي بيه يعني لازم يكون فيه علاج طب دكتور بيقولك دلوقتي من على حاجة حتى تلوها السلم أستاذ يشيم بيقولك حتى تلوها السلم بيحس بنباضات قلبي سريعة ونهاجين وكده طب يا ترى هو دلوقتي في مرحلة الأزمة يعني ولا واضح طبعاً هو دلوقتي بروح يلعب مرشات مش قادر يتلع السلم بس برضو لازم يتشاف برضو هي طبعاً غير من مشكلة الصدر يعني بس برضو لازم يتشاف تشاف برضو يعني تشاف قلب وكده برضو عشان نشوف نقدر نقيم نهو دي حاجة حسية صدري طب دكتور هشام معنا اتصال من أستاذ أحمد ألو أيها السلام عليكم وعليكم السلام يا فندم كل سلامتي طيبين وحضرتك طيب صحة وسعيدة يا رب أيها إن شاء الله بقول لحضرتك أنا واندي بتشتكي بقى لها يوم من صدرها و هو أنا المسؤول على يعني وديتها متوفية وكده فكنت حاجة بعرف يعني ممكن بقديها مثلاً سوائل عشبية ولا تابع مع دكتور عندك أي سؤال يا دكتور ألف سنة يا فندم عندها كم سنة بنتك؟ بنت حضرتك عندها كم سنة؟ ربنا يخليها لك هو أنا ما بدخلش يعني ربنا يخليها لكتور يعني ما فيش حاجة الله بريتلك يعني فأنا مسؤول على فأنا حابب مثلاً أديها سوائل عشبية مثلاً لصدرها أو دكتور ما فيش أي مشكلة من السوائل بس أنت مفروض بتشوف السبب يعني أنت مفروض هي واضح أنها في عندها حساسية برضو فأنت مفروض بتشوف السبب إيه والحساسية وابتدي بقى تعالجها يعني وإيه المسببات اللي بتعمل لها حسية يا أستاذ أحمد فأنت أكيد مش هننقدر أساساً نقول العلاج حتى على الهواء فلازم تشوف الأول الطبيب علشان يقدر يحدد إيه سبب المشكلة صح يا دكتور يشام؟ طبعاً مفروض أن أنت عشان طبعاً هتدي بس أنت لازم تشوف إيه السبب المشكلة اللي عندها يعني وهل هي بتبع فترة قويلة وتخفه ولا بتبع فترة بتطول معها كل كل دوت ليه تقييم كل طبيعة حالة ليه طريقة بتعايتها يعني أنا عارف طبعاً عبق كبير عليك بعد وفاة الزوجة أو كده بس يعني أنت يعني لازم برضو عشان أنت كده من ما بتشوف بنتك بسرعة وتدي تعليجة بادري أنت بتشيل عنك عبق بعد كده حالة مسلا ما تتطورش أو تتعب بعد كده السلام عليها أستاذ أحمد ونكمل بقى موضوع صدرية دكتور وبالذات إن برضو في ناس يا دكتور ما بتيجي في الوقت الحالي بقى تغيرات الجو الزي مثلاً تشغل تكييف صدرها يقفل أكتر تشرب مية ساقة بعد الفطار تتعب أكتر فحتى دايماً يقولك أنا ما بشرب مية بلاقي السدري أفش ما بقدرش لو شرفت حاجة دافية آه هو دا اللي بيهاد لكن مع الحاجات الساعة والحاجات الرمضانية بالذات اللي فيها سكريات وكده بيتعبوا أكتر إيه اللي علاقة يا دكتور؟ ما هو مفهول طبعاً أن أنت بتبقي صايمة والماء دا بتاحتك ما فهاش يعني قعدت فترة طويلة مثلاً الساعة مثلاً أربعة رغت الساعة ستة وكده ما فيش حاجة مقمودة في الماء فأنت مفهول ما بتتديش بحاجة بحاجة ساعة تملها زي صدمة يعني بتعايز حاجة دافية بحيث أنها تستقبل الحاجة وهي نزلة عليها تبقى مسترياحة وكده يعني فطبعاً إنما بتشابه مية ساعة أو حاجة بيحصل تقلصات في الماء دا يعني خاصة كمان بقى اللي هم عندهم السادات في الماء دا يعني مثلاً في ناس عندهم التهابات في الجدار المعدة وعندهم قرحة وكده يعني ودي نسبة كبيرة في المصريين يعني مش بسيطة يعني يعني قطبك الارتجان مريق دا تبيع من تأثير على الصدر يعني وهو اللي بيخلي لكن مش المية الساعة هي المشكلة أو الحاجة الساعة المية الساعة بتساعة بقى انت بلحصل لك انقيبات بقى في الماء دا بتاحتك واخد بالك ومنك يبقى مع الحجاب الحاجز كمان وده بيخليكي برضو ما انتش ما هو انت دلوقتي ماش مستريحة وانت بتغدي النفس بتاعك لان الحجاب الحاجز بتحرك من فوق على تحت ما ما على الجهاز الهضم فطبعا دا بيأثر خير ما لو في الاتجاه برضو الاتجاه مريض دا برضو بيساعد شوية على الحساسين يعني وهو انت ما تنتدي السيوم بتاعك تدي بحاجة دافية خفيفة بحيث انها تبقى الماء دا تستقبل الحاجة دي وتبقاش ما تحصله زي النوع من انواع الصدمة انت بقعد بقى لك فترة طيبة متاخدش اي حاجة وفجأة تديها حاجة كده طبعا بتبقى صعب عليك خصوان بقى زي ما تلك اللي هما عندهم مشاكل في المعدة كمانا الريدي اللي عندهم مشاكل في المعدة طبعا لازم بقى عايزة نظام يعني سياسي معين شوية كده يا دكتور نيشان معنات صنو أستاذ أمل ألو أستاذ أمل السلام عليكم وعليكم السلام يا فندم طبعا فضالي لسا ماست يا دكتور ايو معاك أنا عندي مرض مناء اسمه المرض دا عمل لي تضخم في الغدد اللينفوية في الرئتين هل المرض دا بيخف ولا لا صارك أديس طيب هو المرض دا أو اللحمانية يعني ترجمة العربية يعني ولا بيضى الأمر كله معايا لا ما هو في كذا مرحلة فيه في مرحلة أولى وتانية وتالتة فأنت بقى حسب بقى انت فقاني مرحلة بس المرحلة الولانية اللي هي فيها بسرا غدد اللينفوية بخصور حوالين المنطقة السرة بتاعت الرئة وكده في النص يعني اللي نسميها الميديا الساينم وكده دي ما بتاخد علاج بتستجيب بسرعة وما بيجيبش أثر وكده يعني دي مرحلة واني مرحلة التانية بقى بتبقى واخد الغدد الإنفاوية ويه بتبقى فيها شوية التهابات الموجودة في الرئة وكده برضو المرحلة دي برضو بتبقى ايه برضو لو خدت علاج لها بس يا بتبقى بتبقى في علاج فترة بشوليين أنا بيبقى فيها كورتو سنين يعني؟ لا يعني مثلا بين 16 سنة أو حاجزة كده وحسب كل حالة يعني انت بتتبع الحالة وبتشوفي مياس الأكسجين والحالة بتتحسنها ديه وكده المرحلة التانية دي برضو لو خدت العلاج برضو بتبقى النتيجة بتاعتها برضو كويسة وكده يعني لها علاج يا دكتور بس نشوف هي في أني مرحلة آه في أني مرحلة وكل مرحلة لها طبيعة العلاج بتاعتها يعني لازم تتبع مع دكتور بيبقى دكتور طبعا آه ممكن دكتور الأمراض صدرية أو دكتور مناعة يعني جهاز مناعة يعني ديه ديه مراض من أمراض المناعة يعني ديه مراض من أمراض جهاز المناعة فبردو يعني الاثنين متاحين لها يعني ألش سامعك يا أستاذ أمل ونكمل بقى موضوع حلقتني يا دكتور كده بتايلة إحنا تكلمنا عن حساس صدرية ولا في حاجاتين حابب نحنا نكلم نعم فعلا عشان هنخش على مراض الدرن ماشي خلال طيب تكلمنا يا دكتور عن مراض الدرن هي الدرن ده يعني بكتيريا معينة نوع من الواعي بكتيريا العصوية وكده يعني هي دي مرحلة بردو كذا مرحلة بس هو معظم في حالات غالبا بتيجي المرض ليهم هم أطفال يعني بتيجي عندهم إنهم هم صغيرين يعني اه فبتيجي وجهاز المناعة بتاعت الإنسان بيتعامل مع المرض الدرن ده وبيتدي تقريبا بيعملوا بيحاوطوا بينسجها ديفية وكده وبتالحالة بتاعت المريب تستقروا وكده هم بتيجي بقى مرحلة التانية مع فترة المراهقة وكده ونمو الجسد وكده فبساعات في مش كل الحالات طبعا يعني الحالات اللي هي يعني بعض الحالات يعني بتنتدي بقى المرض ده بروح ناشط من جديد ويتدي بقى بكتيريا تنشط من تاني ويتدي تامي بقى التهبات في ده مرض مناعة يا دكتور؟ لا لا بكتيريا 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 اه بس طبعا النسب طبعا العالمية انتدت اللي انتدت فيه فيه تطعيم الفاكسين ليه؟ ليه؟ بيتاخد اكيد في الأطفال اه في الأطفال وبيدوه كمان في الأطفال ليه تطعيم دي اه كمان الأدوية بقى بتاعته التالت الاول كان ما كانش ليه أدوية معينة وكده لو انت تفتكري كان زمان يحطون في مساحة وكده ايه وبالزبط وانهم محدش يقرب منهم وكلام ده اه وكده ولغاية ما يتدي بقى يعني يتدي يعادي يأكل كويس يتعرض للشمس مش عارف ايه وكده هو وفي ناس مشاهير كتير جدا جالهم الدرم اه منهم مثلا تشيكوف اللي هو الأديب الروسي العظيم ده اللي هو كتب لنا عمل كتيرة جدا يعني فجاله مرض الدرم انظرا وتوفى بيها بس طبعا ده كان في بداية القرن اللي هي عصول القديمة مش اللي هو حاجة ده دلوقتي هو التدى مع بعد الحرب العالمية التانية التدى بقى يتدي وفي مستحضرات تطلع اللي هي الـ INH والاسترطوميسين وشوية شوية فالتدى المرب بتاقه يعني يعني ينحسر شوية يعني مع الاهتمام بس طبعا بيجي مع عوامل سوق التغذية المناطق اللي هي يعني مثلا تلاقي عيلة عاديين في قوضة فيها عشرة او حاجة ازا كده فبرضو دي بيساعد ده تمان برضو السجال والمخدرات اللي بيشربون خدرات ومكيفات وكده تلاقي المرض عندهم منتشر اكتر اه وبرضو ما بيبقى في حال فرد في العيلة بيجيلوا بي ممكن يعدي للاخر اه خصوصا المناطق اللي هي فقيرة وكده بصلا ايه مكان دايق ولان هو اساسا المرض ده ما بتنقل يعني مثلا انت لو بيلتش واحد مثلا عنده دارة لو مش هيتنقلك يعني اللي انت عايزة فاطر تختلاط طويل تلامس واستخدام الحاجات الشخصية والكلام ده كله هو اللي بينقل المرض اه 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 تمام والمناطق الاماكن المغلقة واللي يسميه كلوس كونتاكت يعني صلة قريبة صلة قريبة جدا اه مع المريض وفترة طويلة يعني فتلاقي بس انا الاخ جاي لك شوية جات اخته جات له جات لها هكذا يعني تلاقي بس كذا فرد في العيلة روح جاي معهم المرض ده يعني طب المريض دوت يا دكتور ايه موضوع في السيوم يسوم ولا لا وبالذات الادوية بتاعته هتبقى عاملة ازاي ويترى بتاخد فترات من الوقت ولا لا اه يعني انا افضل انه اول شهرين بالذات عشان انا حدريك قلت مرتبط بالتغذية اه اول شهرين بياخد علاج مكسف يعني في الاول شهرين مثلا اه 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 يعني اربعة صناف مع بعض في وقت واحد تاني حاجة عايز تغذية كويسة جدا يعني انت مش مرة اتقعد مثلا من الساعة ستة مثلا من الساعة اربعة الفجر ستة المغرب مثلا مفيش اكل لا انت عايز انت كل شوية هو اساسا يعني انت عايزوا تشجعوا ان يأكل يعني التغذية دي مهمة لي بالنسبة خو بيبقى فاقد الشهية دا اكتر في بعض الاشخاص يقولك انا انا مش عارف اكل بيبقى فاقد مش بما زيقول المرض بيخليه فاقد للشهية اه 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 بذات المرض الضرن بيخليه فاقد عشان تليم كمان ما هو كان بيسموه المرض سل يعني ايوه ليه لانه بيتسل بمسلول بيبقى رفايع جدا اه بس بيبقى كده مسلوله كده فهو دا المرض نفسه بيخليه يعني من كتر طبعا المرض بيقلل المماء اه وكمان بيستهلك طاقة الانسان طبعا ان انت بيبقى بينتشروا الجسم بيقاومه كده فبتستهلك طاقة كبيرة عشان تطار يتقاوم المرض فبتخليك يفقد الوزن بتاعك يعني هم وحضر داك قلت انه ليه تطعيم والتطعيم حضر داك قلت كمان انه هو بيتاخد ممكن يتاخد في سن كبير ولا لا اه ممكن ويا ترى لو جيل الشخص بقى خلاص كده هتعمله اجسام مضادة ما يجلهوش تاني ولا لا معرض انه يجلهو تاني ما هو بيعتمد بقى مقاومت الجسد الا انت مسال gaz 94 في بقى المرض الضرن انت مفهوز بتاخد العلاج بتاعه اول مرة يعني او ما بيجيلك المرض دا بتعودي ست شهور تاخد العلاج بتاعه ست شهور اه ست شهور ففي بقى الوا انت يعني استمرتي بالنظام العلاج ومشى بي م disobed جرات كل يوم يعني كل يوم بياخد جرات ومشى علي هیا اه aunت زمت في العلاج بتاعك ومشيتي وخدتي ست شهور بطوئك الكاملين بمعظم الحالات ما بيردش معها المرأة التالية لكن بقى كتير جدا انه بياخد مثلا ممكن يجيلك في الاول هو تعبان ومش عارف ايه ومش قادر بياخد شهرين تدي يفوق شوية يبطل الدوار لان هو طعم بيعتمد انه بيروح يصرفه كل شوية كل اسبوع من مستوصف او كل اسبوعين او حاجة زي كده ايام فبيبطل علاج فبيرجع المرأة التالية وبعدين بقى بيرجع مشكلته بقى انه انت خلاص انت ديته منذ ضد اجسام اه فبيرجع اشرص بيرجع وبقى عنده يبقى مناعه يبقى خلاص يعني هو المضادات اللي بندية ضد الميكروب يعني بكتيريا بتاعته بيتخلاص بيتبقى عندما بيحصل مناعه ضده فبقى تدور على انواعه تانية تدهاله وانواعه تانية بتسعب بتبقى غالية ومهلكة لصحة الانسان وكده يعني بتبقى تأثر عليه اكتر اكتر عليه اكتر بتقعد المدة اطول يعني بعد ما كنت بتبقى ديه ست شهور ديه بقى تسع ما كملتش التسع بتبقى تقعد سنة ونص مثلا انا او حاجز جد عدم التزام الدواء مهم جدا انه هو لازم الشخص يبقى ملتزم في الدواء علشان يلاقي النتيجة ايوه تمام تحرك انه كنقل قد الاسف معظمهم جايين بقى من منااطق يعني يعني آه يعني الثقافة فيها آه الثقافة آه اللي اه والاهتمامه الفقيرة بصت ما هو مش يعني يعني بقى قادم كمان بيشربه آه مخضرات او حاجة بصت ليه الاهتمام الذاتي بنفسه ان هو يخلص مرض مهمل تماما اه يعني ما فيه يعني يقض مثلا شوية ويروح موقفه وكده يعني فده بتبقى طبيعة النوعية المرضى دي بتبقى فيه منه طبعا مش كلهم يعني طبعا بس الجزء منه بيبقى بالطريقة دي يعني ما فيش نوع من الاهتمام الذاتي بنفسه ان هو يعني يحافظ على هو يوعي ان هو يستمر وكده فيه بيوقف العلاقة فقط هو مشكلة معهم اكيد واكيد طبعا في الوقت ده مفروض ما يكونش يعني هو الصحة اساسا ان هو يتجنب بقى اللي هو منذ عن المخدرات وكلام دي كله عشان كل ده بيضعف من منعته وبيأثر عليه جسدين فاكيد النتيجة بتبقى سلبيه اكتر طب عايزة رجاءة تانية معليش يا دكتور نسبة ان احنا تكلمنا عن كورونا بس تكلمنا بشكل خفيف ومع ان الموضوع منتشر الناس فاكرة ان كورونا مش منتشر دلوقتي لكن هي منتشرة فتنصح الناس اللي هي مسلا يعني عملت التحاليل وفعلا اثبتوا ان هم عندهم كورونا الناس دي كانت الاول ما ينفعش ليها الصيوم دلوقتي الموضوع خف شوية يعني فدلوقتي بس برضو الكوحة بتبقى مستمرية معايا والكلام ده كله فبتنصحوا ان هو يسوم ولا لأ مريض كورونا في الوقت الحل لو عملت تحاليل واثبت ان هو كورونا يعني دلوقتي هي برضو بتعتمد على حسب الحالة يعني في مريض ببقى يعني عنده كورونا مسلا وسايبة شوية اثر في الرئة سخنية كده عرب شديدة ماشي ممكن نقوله طب كامل بقى نقوله مسلا اشرب سوايل او كده لكن مسلا بفي بعض منهم بتبقى معاها مضعفات بقى لو انت معاك مضعفات اكتر من كده يعني قالبت بحساسية يعني معاها بحساسية جديدة في الصدر التعبات في الرئة جديدة حاجة كده لا طبعا انت مش هترى تصوم وتكمل سيوم يعني لازم هتفتر يعني